أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي مرسوماً يحدد ضوابطاتك في أوضاع عناصر الحجر الشعبي المرسوم الديواني يطفي الصفة الرسمية على ضم فصائل مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد ويساويهم مع قوات الجيش العراقي ويقضي أيضاً بأن يحصل عناصر الحجر الشعبي على الكثير من حقوق أفراد الجيش وأن يحصلوا على رواتبات تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منتسبو الحجر الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية